اشتركوا في القناة هل كنت أنا الذي كنت في الإسكندرية قبل عشرين عاما؟ كيف تحاسبني الحياة الآن على أخطاء وخطايا اقترفتها أيامها؟ ولماذا سيعود الرب بنا يوم الدينون ليحاسبنا على ما فعلناه قبل أمد بعيد وكأننا عشنا حياة واحدة لم نتبدل خلالها؟ لم يمضي علي وقت طويل حتى عرفت أنني أخطأت في حق أكتافيا وسيدها السقلي غير أنني حين عرفت كان الأوان قد فات ومات من مات وبقي الحي ميتا ظلت أكتافيا صامتة تلك الليلة إلا من كلمات قليلة فظل صمتها يربكني حتى خايلني النعاس فنمت على سريرها كان آخر ما وعيت به قبل نومي نظرتها الحزينة إلي وهي تشد فوق الغطاء أيقظتني حركتها في الصباح الباكر وطمأنتني ابتسامتها وجلستها على الأرض بجانب السرير كان أمامها ما أعدته لنا من فطور مفروشا على الأرض عودت في الصباح الاعتذار عن كلام الليلة الماضية فأوقفت كلمات المتلعثمة بلمسة من أناملها على فمي وبدمعة لاحت في أعماق عينيها غيرت مسار الكلام بأن سألتني عن بلاد الأولى وحياة الأولى فأجبت بحسب ما سمح به الحال من غير أن أقول شيئا خطيرا لكنها بقيت مهتمة بكل كلمة قلتها تعال سأريك شيئا شدتني برباط غير مرئي فنزلنا إلى غرفة النوم الكبيرة التي فيها سرير السيد السقلي كنت قبلها قد رأيت الغرفة من عند بابها لكنني تلك المرة دخلتها فتحت أكتافيا شباكها وشرفتها الواسعة المطلة بطولها على الشاطئ والبحر القريب فملأ النور المكان لم أدخل الشرفة كي لا يراني حارس المنزل أو أحد المرين مع أنني تمنيت لو جلست قليلا على الكرسي الخشبي الكبير المطقن صنعته متأملا من هذه الزاوية البديعة التقاء البحر والسماء ها هو السيد السقلي أشارت أكتافيا إلى تابوت خشبي مستند بطوله إلى زاوية الغرفة اليمنى التي في الجهة المقابلة للشرفة التابوت مرسوم عليه بشكل دقيق صورة رجل أشيب في زي يوناني من النوع الذي يلبسه الأغنية في نظرته حزن دفين وذكاء كانت الصورة مرسومة بحسب ما جرت عليه عادة الأثرياء في مصر والإسكندرية من رسم وجوههم على توابيت ليدفنوا فيها محنطين عند وفاتهم التحديد عادة وثنية موروسة كان القدماء من أهل مصر يحفظون أجسادهم بعد الموت في توابيت من رخام الجرانيت منقوش عليها صور الآلهة القديمة ثم صارت التوابيت مؤخرا من الخشب وصاروا يرسمون على غطائها صورة المتوفة فهمت لما تأملت صورة السقلي أن أكتافيا تقصد أن تعرفني بأنه طاعن في السن هادئ الملامح عليه سمات الفلاسفة وقد أضافت مؤكدة ما توحي به صورة الرجل هو زاهد في الحياة يحتفظ بتابوته في غرفة نومه ويفكر دوما في الموت يجلس في معظم أيامه السكندرية بشرفته هذه يحدق في البحر أو يقرأ في الكتب ولماذا يبدو حزينا؟ لأنه وحيد وهو أيضا شاعر وهل تحب أن ترى أشعاره؟ أجبت بالإجاب فأخذتني إلى غرفة الكتب الفسيحة وأخرجت أوراقا من درج المكتب فيها أشعار مكتوبة باليونانية بالخط ذاته الذي رأيته على حواش الكتب دون أن أطلب منها تركتني أكتافيا في غرفة الكتب بعدما دست نفسها في حضني لحظة ظلت خلالها تردد هامسة أحبك وكنت صامتا بعد قبلة طويلة عند منبت عنقي تركت الأشعار بين يدي وأخبرتني أنها ستذهب لتعد لنا وجبة غداء شهية أتت مرات لتطل علي باسمة وبقيت هانئا بين الكتب أشعار السيد السقلي كانت مثل صورته هادئة وحزينة وكان أغلبها تأملات ساخرة حول الحياة والبحر على طريقة القدماء من الشعراء والمحدثين من الفلاسفة بعض سطوره الشعرية أعجبتني فطلبت من أكتافيا في واحدة من طلاتها علي أن تأتيني بأوراق لأنسخها فأعطتني لفافة طويلة من البردة وقطعتي رق من جلد الماعز المذبوغ بمهارة كبيرة لم أنقل الأشعار اليونانية بنصها لوثنيتها المفرطة وإنما كتبت الكلمات رأسية من الأسفل إلى الأعلى على أعمدة متفرقة فإذا قرأت السطور أفقية أو على وجه آخر غير الذي أعرفه بدت مجرد كلمات مفردة لا معنى لها والكلمات المفردة لا إثم فيها ولا خطية فالآثام والخطايا تكون فقط عند سبك العبارة بالطريقة ذاتها نقلت بعضا من تعليقات السيد السقلي المكتوبة على حواش الترجمة اليونانية للطورة أعني الترجمة المعروفة بالسبعينية وتعليقاته على بعض الأنجيل كانت تعليقاته تبدأ بعبارة كيف لإنسان أن يؤمن بأنه ثم يورد ملخص الآيات ويعقب عليها بأنه من المستحيل عقلا قبول تلك المعاني كان الرجل فيما بد لي لا يدرك أن الديانة لا شأن لها بالعقل وأن الإيمان لا يكون إيمانا إلا إذا كان يناقض العقل والمنطقة وإلا فهو فكر وفلسفة ومع ذلك فقد أشفقت يومها على هذا الرجل الحائر مثلما صرت اليوم مشفق على نفسي لفرط حيرتي ساعة الظهر عبقت الغرفة برائحة طبخ شهي فأغلقت الباب وفتحت الشباك بحذر وعودت نبش الكتب ونقل التعليق لم تكن لفافة البردة قد امتلأت بعد حين دخلت علي أكتافيا ببهجتها المعتادة لتدعوني إلى الطعام استمهلتها فلم تمهلني كانت ترتدي ثوبا كحليا شفافا مكشوف الصدر والذراعين وكان شعرها البني الكثيف ينهمر هائجا حول وجهها البسام كانت أكتافيا امرأة جميلة قمت معها تاركا على الأرض الكتب والدوات واللفافة على أملي أن أعود إلى جلسة تلك بعد الغداء لكنني ما عطقت حتى اللفافة تركتها وراء هناك بعدما جرى ما سوف أحكيه طابت نفسي وابتهجت لما دخلنا غرفتها فكان الطعام في أطباق مفروشة على الأرض لم يبهجني الطعام وإنما الاهتمام الذي توليه أكتافيا لي فلم أكن قد اعتدت منذ ما تأبي أن يعنى بأحد مثل ذاك الاعتناء الحنون الذي غمرتني به أكتافيا أيامها على رغم من استعطافها لم أستطع أن آكل كثيرا مع أن الطعام كان شهيا صار اشتهائي لها أشد من رغبة في الطعام وقد أدركت هي اشتياقي من طول نظرة إليها فلم تمنعني عنها حين اقتربت منها وضممتها شعرت فجأة أنني أحبها وأنها ربما كانت تستحق البقاء معها بقية العمر قلت في نفس لحظتها لم لا سأدرس الطب وأمارس العلاج في هذه المدينة الكبيرة ولن أرتد عن الديانة بل سأصرف النظر فقط عن الرهبنة وبلاد البعيدة ليس فيها ما يغرين بالعودة إليها ستكون أكتافيا موطني وموئل روحي لم لا أنا ما رأيت قبلها امرأة أجمل ولا أرق ولا ألطف أوليست وهي الوثلية أنقى قلبا وأصفى روحا من أغلب المسيحيات اللواتي عرفتهم أعني اللواتي رأيتهن من بعيد ولكن ما يدريني أنها لن تغضر بي يوما مثلما غدرت أمي بأبي إن أغضبتها يوما لأي سبب فسوف تنقلب علي مثلما تنقلب النساء دوما على أزواجهن والنساء طبعهن التقلب بلفظ رقيق سألتها وهي في حضني إن كانت ستظل تحبني مهما جرى ما زالت إجابتها ترن في باطني وتتردد بقلب أصداؤها مهما جرى يا حبيبي وسوف أقضي عمر كله بجانبك راعية لك يا أمل الوحيد فقد انتظرتك طويلا وحلمت بك كثيرا ولن أجد لنفسي أفضل منك أبدا إذن لتكن مشيئة الرب يا حبيبي لا تتحدث هكذا مثل أهل الصليب فأنا أكرههم لماذا يا أكتافيا لأنهم كالجراد يأكلون كل ما هو يانع في المدينة ويملؤون الحياة كآبة وقصوى كادت تصرف في الكلام المزر بأهل ديانتنا تغيرت مجرى الكلام بأن سألتها عن أستاذة كل الأزمان هذه التي كان يذكرها المناد في الشارع الكبير اعتدلت في جلستها وعاد وجهها لإشراقه وهي تقول هو يقصد هباتيا ابنة العلامة ثيون الأستاذ الفيثاغوري هي امرأة مشهورة جميلة وذكية تزورنا هنا مع أصدقاء السيد السقلي في تلك الأمسيات التي تمتد الساعات وهي لا تناديني إلا بأخت الحبيبة أكتافيا وفي أي علم تلقي المخاضرات التي يدعو المنادي إليها في الرياضيات والفلسفة وليس في الطب فلا تظن أنني سأسمح لك بالاقتراب منها وإلا فقط تحبها هي وتهجرني مع أنها أكبر منك سنا بكثير لا تمزح الآن فأنا أريد حقا معرفة المزيد عنها أخبرتني يومها بأشياء كثيرة عن هباتي الموصوفة بأستاذة الزمان وقد حكت لي عنها مستمتعة بالحكي ومهيجة أشواق لرؤيتها قالت إنها تلقي دروسها بالمسرح الذي بقلب المدينة أبوها ثيون كان يلقي دروسه في المعبد الكبير السيرابيون الذي كان يقف شامخا عند الحي المصري جنوبي المدينة لكن المسيحيين خربوه وهدموه على رؤوس من فيه أيام ثيوفيروس تقصد الأسقف لما سألتها عن أيام دروس هباتي نظرت لي بطرف عينها نظرة ماثلة امتزجت فيها الغيرة برغبتها في المشاكسة ولم تجب لما ألححت قالت إن محاضراتها تكون أيام الآحادي لأنها تكون هادئة في الصباح والمسيحيون يذهبون فيها لكنيسة القمحة لسماع خطبة رئيسهم الحالي الذي خلف خاله ثيوفيروس في قيادة تلك الكنيسة التي أظلمت العالم قلت فزعا من كلامها وقد هالتني جرأتها تقصدين الأسقف كيرولوس هو عجلت الآلهة بنهاية أيامه السوداء لقد جعل المدينة كئيبة كالخرائب منذ تولى أمرهم ولكن أمرك عجيب تعرف كيرولوس ولا تعرف هباتيا يا أكتافيا أنا لا أعرف شيئا هنا ولم أمضي في مدينتكم قبل أن أراك إلا بمقدار ما مشيت من بوابة القمر إلى هذا الشاطئ الذي كنت أغرق فيه أمامك لن أنسى بهجتها المفاجئة وهي تصيح فرحة صحيح يا حبيب قلبي صحيح أنا الآن سعيدة ومتأكدة من أن الإله أرسلك إلي حقا وصدقا عدنا للخرافات يا حبيبي أنت أجمل خرافة عرفتها وسوف أظل مؤمنة بها بقية عمري كانت أستار المساء قد انسدلت فكنت أشعر بأن نتائه تماما في أنحاء أكتافيا وغارق بالكلية في نهرها الجارف كانت تحيط بوجود من كل الجهات مثلما يحيط البحر الأعظم بالعالم أجمع قلت في نفسي سأحزم أمر الليلة وأفكر بروية ثم أقرر غدا ساعة الفجر كل ما سوف يكون من أمرنا معا نويت ذلك وأنا جاهل بما سيقع وغافل عما كان الزمان يخبئه دعتني أكتافيا إلى سريرها كان الكون قد هدأ من حولنا وسكن في دخلنا أكدت لي أنها تطلب غفوة بريئة لم يكن لدي رغبة في النوم فطلبت منها أن أعود إلى غرفة الكتب فقالت برقة تفيد بيوعة وتفوح بعطر الخطية إذا بقيت معي فسوف أعلمك أشياء لا توجد في أي كتاب تصنعت الجدية عساها تستجيب لمطلبي فجرفتني بروحها المرحة ولم أجد معها سبيلا إلا الاستسلام لجذبها لي نحو السرير ورأيت منها يومها حقا ما لا يمكن أن يجده أحد في أي كتاب فقد كانت لأكتافيا فنون لم يسمع عنها مؤلف الكتب بقينا بعد ذلك عاريين حتى توغل الليل وقرستنا لساعات البرد شدت فوقنا دثارا وأحاطت صدري بذراعها وتهيئت للنوم غير أنها قامت فجأة وقد تفرت في ظهنها الوهاج فكرة جامحة يا حبيبي تعال معي لأريك قبوة نبيذ أريد أن أنام تنام؟ هل تعبت في أول الليل؟ فماذا ستفعل في آخره؟ تعال معي سوف نأتي من القبو بأطيب نبيذ في العالم كانت أكتافيا لا تهدأ أبدا الرق السادس النقطة الفاصلة أتذكر جيدا أننا كي نصل إلى القبو نزلنا السلم الصاعد للسطح ومن بعده السلم الكبير الواصل بين الطابقين ثم سلما آخر خلف الباب الخشبي الذي بأقصى بهو الصالة الكبيرة المرسوم بأرضيتها صورة الكلب الحزين السلم الأخير حجري يتسع درجه كلما هبطنا القبوة هواء القبو رطب بارد ورائحته قوية الأرضية حجرية وفوق بلاطها صفة ألواح سميكة من خشب البلوت لم أكن أعرف أن الأقبيت قد تكون فسيحة فالبيوت والمعابد في بلاد الأولى لا أقبيت تحتها فكنت أظن أن القبوة هو ممر منخفض تحت البيوت الكبيرة والقصور يشبه الدهليز وأنه بالضرورة ضيق ومحدود لكنني رأيت مع أكتافي على ضوء سراجها المعدني طابقا فسيحا مرتفع الحوائط يقوم تحت الأرض على صفوف من أعمدة رخامية قوية كل صف منها موصول بجدار من الطوب عليه من الناحيتين أن أرفف ثلاثة فوق كل رف منها جرار لا تكاد من كثرتها تقع تحت الحصر قالت بفخر عندنا نبيذ يكفي لألف سنة تعال إلى هذه الناحية ففيها النبيذ المعتق الذي عصر في أجود السنوات ولماذا تعطقون كل هذا النبيذ هل يظن صاحب البيت أنه سوف يعيش إلى الأبد رفقا يا حبيبي لقد كان أبوه يعصر له نبيذ كثير وكان هو يجلب بعض أنواعه من اليونان وقبرص فقد كانوا يستقبلون هنا ديوفا كثيرة ويقيمون الولائم الحافلة رأيت ذلك منذ كنت طفلة صغيرة أخذتني إلى ممر ممتد بين صفوف الجرار وعند آخره مدت يدها خلف الجرة المجاورة للجدار فأخرجت قنينة من زجاج أخضر صاف عادت للوراء خطوتين حتى التسقت بي وقالت وهي تحك مؤخرتها بمقدمتي إنه نبيذ ممتاز يناسب صهرتنا أدارت وجهها نحو باسمة وهي توالي حركتها المثيرة وتضيف ادخرتها هنا من أجلنا منذ شهور لما أعجبني مذاقها نسيت ذات ساعتها وغازني أنها غالبا ما تبدأ الأمر فدعتني نفسي إلى البدء تلك المرة حتى أشعرها بقوتي كنت صغيرا ومندفعا أدرتها من كتفيها حتى ولت وجهها نحو الجدار ثم أزحتها بدغطة من كفي على جانبي ظهرها فانزاحت مستسلمة لي نفخت شعلة القنديل فانطفأت ولفن الظلام كان صدرها إلى الجدار الرطب وصدري إلى ظهرها الدافئ تحسست في الظلام جسمها فوجدتها مستسلمة تماما وقد أسندت يديها إلى الحائط ومالت برأسها قليلا إلى الأمام رفعت عني جلبابي وأنزلت السروال ورفعت عنها ثوبها ولم يكن تحته شيء لأنزله صرنا عاريين تماما على صوتها وهي تأن طالبة مني شقها لنصفيني يا إلهي لا يصح هذا الذي أتذكره وأذكره بعد مرور هذه السنين الطوال ارتقينا إلى غرفتها من القبو مترنحين غلبنا النوم ليلتها ونحن جالسان على الوسائد المتناثرة بأرضية الغرفة من دون أن نحتسي قنينة نبيذي كلها اليوم التالي صحوت مبكرا وكانت أكتافيا نائمة بجواري كحلم فاحش بهدوء نزلت إلى غرفة الكتب وقد أخذت في يد مخلاتي خشية أن تنظر فيها حين تصحو وبهدوء فتحت الشباكة فانفرشت ضوء بالمكان وافترشت الأرض معاودا جلسة بين الكتب أكملت نقولي من حواش الكتب المقدسة أقصد تعليقات السيد السقلي على الآيات التي استوقفته وبينما أعيد نص التورات إلى موضعه فوق الرف وقعت عيني على مجلد كبير بغلافه الداخلي عنوان واصف لمحتواه رسائل وشذرات لفلاسفة الإسكندرية القدمة كنت أعرف كثيرا من تلك النصوص فأصحابها كانوا من المشهورين غير أن بعض الرسائل والشذرات كانت غريبة علي تماما ولم أسمع بأصحابها في مدارسنا بأخميم عدت بالمجلد الكبير إلى موضعي بأرضية الغرفة وبدأت في قراءة ما استغربته من نصوص خاصة تلك الشذرات المنسوبة إلى فيلسوف قديم لم أكن قد سمعت به اسمه بحسب ما ورد في بداية شذراته هو هيغاسيس الداعي إلى الانتحار ما كنت أشرع في اختيار بعض الشذرات لأنقلها إلى لفافتي حتى دخلت علي أكتافيا فزعة وقد اصفر لون وجهها كانت خصلة شعرها البني الوفير تغطي كتفيها وصدرها الزبدي المرتجف بأنفاسها اللاهثة أنت هنا ظننت أنك لماذا أخذت مخلاتك معك ما هذا الفزع في مخلات كتب رأيت هنا نسخا أقدم منها وأصح فأردت أن أصوب نسخي يا حبيبي أرجوك لا تفجعني ثانية برحيل مفاجئ من جواري لقد كان خوف عليك يقتلني هيا لنصعد إلى غرفتنا هيا يا حبيبي ألقت بنفسها في حضني كتفلة أتاها أبوها من بعد سفر طويل لم أحس ساعتها بعريها قدر ما شعرت بالتياعها أخذتها في حضني بحنو أبوي بريء من تلك الخطيئة التي عصفت بنا ليلة الفائتة فاطمأنت بينما أتنسم رائحة شعرها كنت أوقن أنها حقا تحبني بأكثر مما أحبتني أمي هل كانت أمي تكره لي مثل ما كانت تكره أبي وهل تراها أحبت من بعدنا زوجها الغشوم أحسست بدموع أوكتافيا تسيل على صدري المكشوف فتغسل قلبي من أوجاع السبا زدت من ضمها إلي ومررت بكف على كتفها وذراعها العارية فسكنت هل كان يجب علي أيامها أن أثق بأكتافيا بأكثر مما فعلت من يدري وما الفائدة الآن على كل حال هي مغامرة خطيرة أن نأمن مثل ما هي مغامرة كبرى أن نؤمن لا تتركني أبدا يا حبي الوحيد مسحت أوكتافيا دموعها بباطن كفيها واغتصبت لشفتيها ابتسامة وهي تنظر فيها بولع جارف كانت عيناها العسليتان الدمعتان طياضتين بالحب والروعة بعدما راقت ابتسامتها وصفت عيناها من غيوم الدمع الذي سال أخذتني إلى سطح المنزل من دون أن نقول شيئا وكأننا اكتفينا لحظتها بما تبوح به عينانا لعينينا أوقفتني خارج غرفتها حتى عادت وقد ارتدت الثوب الأبيض الذي رأيته عليها أول مرة وفي يدها ثوب السيد السقلي المطرز حوافه الثوب الذي رفضت قبلا أن أرتديه كانت عيناها ترجوني فخلعت عني جلبابي وارتديته صامتا هي ألبسته لي كنت أود أن أقف قليلا عند السور المؤطر للسطح غير أنها حذرتني ثانية بلطف وأخذتني بعطف إلى داخل غرفتها فتحت شباكها فامتلأت الغرفة نورا من ذاك الذي كان يفترش السطح على طرف سريرها جلست وهي تمد ذراعيها نحوي مثل ربة مانحة ربة حنون وطيبة ومرحة لكن أفكار ساعتها عاودتني من يدري أن صفاتها هذه سوف تدوم إلى الأبد لا شيء يدوم إلى الأبد ماذا لو غدرت بي والنساء بطبعهن غادرات قد تغضب مني يوما لأي سبب فتشبي عند رجال الكنيسة وتفضح لهم سري تقول إنني أغويتها أو أنني كنت راهبا وفصقت معها كنيسة الإسكندرية بحسب المشهور من أخبارها قوية وحاسمة ورجالها الآن أغلبهم قصا فما الذي يمكن أن يفعلوه بي؟ هل سألقى هنا المصير الذي لقيه أبي هناك؟ ما لك شاردا يا حبيبي؟ خذ هذه التفاحة تفاح؟ لا أحبه فهو الثمر التي أخرجت آدم من الجنة ما هذا السخف؟ من أخبرك بهذه الخرافات يا طفلي الصغير؟ مضطربا ومن دون أن أفكر قلت لها بحدة هو مكتوب في شروح التوراة ها التوراة إنها كتاب عجيب يهزأ طول الوقت بالمصريين القدماء ويتهم نساءهم كان سيدي يقرأه لي وهو يبتسم ويهز رأسه تعجبا أثارني كلامها وهي جباطني غازني أنها تهين عهد الرب القديم الذي آمن به مئات السنين وآمن به اليهود من قبلنا أثارني كلامها مع أن الشكوك كانت تملأ نفسي تجاه ما ورد في أسفار التوراة الخمسة ولكن مهما كان فلا يجوز لإنسان إهانة عقائد غيره من الناس وإلا لهانت كل الاعتقادات وأهينت ولم يصح أي دين لأي إنسان قلت في نفسي لعل وقت المصارح بيننا قد حان فقلت بحزم أكتافيا لا يجوز لك أن تسخر من عقائد الناس لا تغضب هكذا يا حبيبي لن أسخر بعد ذلك من عقيدة أحد أبدا مدام ذلك يغضبك فلا تغضبني أنت وخذ هذه التفاحة من يدي خذت التفاحة مترددا فرفعت أكتافيا بها يدي نحو فمي كنت لحظتها أفكر في سفر التكوين قدمت من تفاحتها قطعة صغيرة وقد اجتاحني شعور جارف بأنني آدم الذي أغوتهم رأته وخدعه عززي للعين فأورثنا من بعده خطية العسيان الأولى الخطية الأولى طافت بذهن الآيات التوراتية المشهورة التي لا يمكن أن يصدقها غيرنا وتوالت على قلب الأسئلة لماذا أمر الرب آدم بالابتعاد عن شجرتي المعرفة والخلود ولماذا انزعج الرب لما أكل آدم من شجرة المعرفة فقال في نفسه بحسب ما هو مكتوب في سفر التكوين هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا فيصير خالدا فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليحرث في الأرض التي أخذ منها طرد الرب الإله الإنسان وأقام شرقية جنة عدن ملائكة لهيبة سيف متقلب ليحرس طريق شجرة الحياة لماذا أراد الله أولا أن يبقي الإنسان جاهلا وهل المعرفة التي أدركها آدم هي تمهيد لإدراكه الخلود ومن هم أولئك الذين قال الرب إنه واحد منهم وهل لو بقي آدم وحواء جاهلين كانا سيخلدان في الجنة كيف يصح الخلود مع الجهل والغفلة عن الطبيعة وما الذي عرفاه بالضبط حين أكل من الشجرة أهو ذاك الذي عرفته مع أكتافيا في الأيام الماضية ما جرتني إليه هي من غير تدبير مني ولا قصد أتراني أعيد فعلة آدم فأغضب الرب فيعيد الطرد من أين وإلى أين سيطردني أنا الطريد منذ سنين ولا أين لي ولا كيف اعتصرتني الأفكار التي أحاطتني بها هذه الربة الوثنية التي تجلسني على سريرها أكانت أكتافيا ربة أم عبدة لشهواتها ترى هل أرادت بتفاحتها تلك أن تعيدنا إلى الخطية فتعود بنا إلى بدء خلق جديد لقد أسقطتني معها في بحر الخطايا فكيف كنت سأنجو من الغلق وهي تريدني أن أمضي العمر معها كيف؟ وهي لتعرف الإيمان القويم ولتعرف أنني من أهل الإيمان فيما تفكر يا حبيبي في الزواج أقصد في زوجك الميت هل كان مريضا؟ لا كان يكبرني بعشرين عاما كان بدينا جدا وضعيفا لكنه لم يكن مريضا مات في المعبد الغربي غلب عليها الأسى وهي تقص ما جرى مع زوجها في اليوم الذي وصفته بالمشؤوم فقد كان زوجها الوثني يوصي دوما سيده السقلي أن يجلب له البخور من أسفاره ويوصله للمعابد ويعود في المساء سعيدا كانت تخشى عليه وكان يستهين بقلقها لم يكن يعتد بأن المعابد صارت أماكن خطرة وكان يردد على مسامعها العبارات الجوفاء التي لا معنى لها إلى هنا سيرابيس هو إله العالم ولابد من أن نظهر احترامنا له رغم أن في كل المسيحيين بمن فيهم الإمبراتور في يد سيوس الثاني نفسه فهمت من كلامها أن رجلها الميتة كان فيه شيء من الحمق والضلال أذابت قلبي جلستها الحزينة وهي تحكي وقد حف شعرها بجانبي وجهها فكأنها زهرة آلت إلى الذبول كان يجب علي ساعتها أن أحتضنها وأعدها بأنني سأكون لها خير زوج قلت في نفسه على كل حال لم تكن تحب زوجها الأول وهي تقول إنها تحبني فربما أخذ الرب زوجها ليعطيها أفضل منه كان عقل غائبا في خدره وكانت تكمل حكايتها فتخبرني أن زوجها خرج ذات صباح ليضع البخور في المعبد الصغير الذي كان قائما بشرق الميناء فحوصر هناك تقصد حاصره أهل ديانتنا أجهشت وهي تقول قتله المجرمون وقادتهم من الرهبان وهم يدمرون المعبد ما هذا الذي تقولين الرهبان لا يقتلون رهبان الإسكندرية يفعلون باسم ربهم العجيب وببركات الأسق في ثيوفيلوس المهووس وخليفته كيرولوس الأشد هوسا أرجوك يا أكتافيا طيب ما علينا من هذا الكلام الآن ولكن لماذا تبدو يا حبيب متألما هكذا ومنحازا لهم إنهم يطاردوننا في كل مكان ويطردون إخوانهم اليهود ويهدمون المعابد على رؤوس الناس ويصفوننا بالوثنيين الأنجاس إنهم يتكاثرون حولنا كالجراد ويملؤون البلاد مثل لعنة حلت بالعالم أرجوك وما شأنك أنت بهم لماذا تحمر عينك هكذا وتشك دموعك أن تنسال لأنني لأنك ماذا أنا أنت ماذا أنا راهب مزحي سادت لحظة صمت طويلة ممزوجة بالذهول وبعد إطراقة مقلقة نذرت أكتافيا نحوي وقد اكتسى وجهها بحمرة الحنق واحتقنت عيناها بحزن قظيم فجأة انتفضت وقفة وقد صارت لها هيئة كتلك التي تكسو التمثيل الضخمة القديمة وبكل ما فيها من عنفوان وثني ومن مرارة موروسة مدت ذراعها اليمنى نحو الباب وزعقت فيها بصوت هائل مثل هزيم راعد سكندري أو صرير ريح وثنية عاتية اخرج من بيتي يا حقير اخرج يا سافل اشتركوا في القناة